فضيلة الشيخ أحمد اللقيس إمام مدينة جبال شروط وقوانين الإجهاد في الإسلام هل الإسلام يجيز الإجهاد وبأي حالات؟ مبلشتيا شروط على اعتبار الإجهاد عندنا مباح يوضح للمشاهدين أولاً نحن بدنا نفرق بين عاملين العامل أولاً بنفخ الروح وبتعريف الإجهاد الإجهاد قبل نفخ الروح يعتبره العلماء قتل مهيئة لتكون روح يعني هيد الكتلة اللي اليوم بها ينوليكها اجتماعياً نيح ما هي كلها شقفة لحمة هي بدأت تتهيئتها تكون روح طب عطيني مدة زمنية يعني أي متى تنفخ الروح؟ بين الأربعين يوم والمئة وعشرين يوم قبل الأربعين يوم صار فيه إجهاد شو الحكم الشرعي؟ كمان حرام طبعاً شو حكم الشرع قبل نفخ الروح وما بعدها؟ قبل نفخ الروح غير جائز وبعد نفخ الروح كمان غير جائز حرام؟ طبعاً يحرم شرعاً ويعتبر هو قاتل نفس شو الحكم الشرعي؟ إما أعطاق رقبة ها كانت قديماً ما بقى فيه اليوم إما صيام شهرين متتابعين إذا أسقط يعني على اعتبار كان قتل إذا أسقط أهل القاتل حقهم طب حلصر فيه اختصاب فضيلة الشرعي؟ فرضوا أنه يتزوجها ويبقى هذا؟ فرضوا ولو ما تزوجها شو بيصير؟ نحنا اليوم المجتمع العربي بالعادي رح يستعملك عبارة نحنا طبعاً نرتب لحياتها لهالمخلوان نعمل إجهاض وترجع تقل لحياتها من جديد لا شو بتقولوا أنتو؟ لا يترتب علي هذا الشيء أبداً الشرع الإسلامي يعتبر المرأة ضررها أقل أكيد من ضرر قتل نفس أنت عم تقتل روح عم تقتل نفس طبيعية كيف أقال ما هي هيدي حياتة كمان طبعاً عم تنسأل عن فيه اختصاب اختصبت يعني ما اختارت هي تم الاعتداء عليها طبعاً وتم تسهيل حياتها بمسار آخر مش مهم رأي المرأة مش مهم لا 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 نفس رجل الدين يلي بيوقف وبيعطينا محاضرات عن عدم قتل روح طفل هو نفسه بيوقف ضد التبني لحظة لحظة يعني بده يجي بده يخلي هذي المرأة يمكن تكون ما بتقدر تعيقل الصبي يمكن تكون ما بعرف أوكي نفسه هو الشخص يلي بيوقف ضد الإجهاد بيوقف ضد التبني وحتى الأشخاص اللي هني ضد شرع الإسلامي ليس ضد التبني يا أستاذ ضد التبني مع كفاء كفاءة الياتين أنت عم تهجمي هلأ على رجال الدين أم على المجتمع الذكوري بس خليني اسمع منا برجع لك أساس المجتمع الذكوري هن رجال الدين أبدا أبدا الفشل النساء بالمجتمع هو أساس هيدا الحملات الفاضي اللي بيطلع فيها النساء هيدا السلطة الأبوية ورجال الدين أنا هيك بابا بس فيه تعميم يعني فيه رجال الدين عند نظم حياة الناس هذا تاريخ منه تعميم نعم دكتورة مرواج فيه تاريخ من السيطرة عن أجساء النساء وجنسانيتهم وإنجابيتهم واعتبار أرحمهم ملكية خاصة للعيدة وملكية خاصة للمجتمع وملكية خاصة للدولة ما أحدا يجمي للأمور هيدا الأمور متل ما هي فيه تطرف بس أنتو النسويات أول شيء أنتو النسويات أنا عم بحكي منك نسوية نعم منك نسوية بس أنتو النسويات إذا واحد عم يحكي رأي أبدا 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 نعم نتنعش بهذا الرأي لا 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 مش راسبت عار بس عم بقول أهم أهم نجاح يعني اليوم أهم نجاح لا رجال الدين هو إنه بيقدر يقنع نساء بهذه هذه المرأة ممنوع التعميم ممنوع التعميم